اختتم وفد الرياضيين الأولمبيين من البر الرئيسي الصيني جولة استمرت ثلاثة أيام في مكاو حيث زار مجمعا سكنيا ولعبا مع المتقاعدين ويتكون الوفد من 65 رياضيا بينهم 60 فائزا بميداليات ذهبية في أولمبياد باريس تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير استمتع الرياضيون الأولمبيون من البر الرئيسي الصيني مع سكان مكاو من خلال صنع كعك القمر مع سكان حي محلي إضافة إلى التنفس على لعبة يرامي كورات تنس الطاولة في الصناديق تم دعوة السكان الأكبر سنا إلى هذا الحدث وشعر سكان الحي بسعادة غامرة إثر حصولهم على توقيعات والتقطوا الصور مع أولئك الذين يطلقون عليهم أبطال يسعدني أن أشارك في مثل هذا النشاط في مكاو عندما أرى كبار السن هنا يخطر في بالي والداي وأقاربي المسنون يجب أن يقضوا سنوات شيخوختهم الذهبية هكذا أيضا يشرفني أن أقضي بعض الوقت معهم كانت الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام إلى مكاو مليئة بمجموعة واسعة من الأنشطة عند إجراء حوارات وجه لوجه مع المراهقين المحليين لم يعرض هؤلاء الرياضيون مواهبهم فحسب بل تبادلوا معهم أيضا الخبرات والتموة في المستقبل سأفضل قصار جهدي لتحسين محاراتي أريد أن أظهر للعالم ولنفسي إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يخترق الحدود في سباك مئة متر السباحة حرة حظي الفائزون بالميداليات بهتافات عالية وتصفيق حار أينما ذهبوا في مكاو انتظر السكان المحليون والسياح لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة فقط لإلقاء نظر على هؤلاء الرياضيين الناس في مكاو لتفون جدا نانو مثل العيلة أعتقد أن ما نشترك فيه هو فخر وطني ترجمة نانسي قنقر